اهلا بحضراتكم لهوات ومحبي الظواهر الفلكية سماء مصر والعالم العربي هتشهد ظاهرة فلكية جديدة من ضمن الظواهر الفلكية المتوقعة في شهر سبتمبر الجري الظاهرة هي وصول كوكب المشترع عملاق نظامنا الشمس الى اقرب مسافة له من الارض وده هيكون يوم الاثنين المقبل يصل كوكب المشترع عملاق نظامنا الشمس الى اقرب مسافة له من الارض يوم الاثنين ستة وعشرين سبتمبر عشرين اتنين وعشرين وهي الاقرب منذ تسعة وخمسين عام وذلك بالتزامن مع وصوله الى حالة التقابل وليس لذلك تأثير على كوكبنا وكشفت الجمعية الفلكية بجد في تقرير لها ان ظاهرة التقابل شائعة بالنسبة للمشترع فهي تحدث كل ثلاثة عشر شهر وهو الوقت الذي تستغرقه الارض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة الى المشترع في حين يكون الكوكب والارض في اقرب مسافة بينهما مرة واحدة تقريبا في السن ولكن نادرا ما يتزامن ان يكون المشترى في اقرب مسافة من كوكبنا ويكون كذلك في التقابل المعلومات بتقول ان المشترى سيصل الى اقرب مسافة من الارض عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مكة وسيكون على بعد حوالي 591 مليون كيلو متر من كوكبنا مقارنة بابعض نقطة وهي 960 مليون كيلو متر وقد كانت اخر مرة يكون بهذه المسافة من كوكبنا في اكتوبر عام 1963 بعد ذلك سيظهر المشترى في الافق الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل وسيكون مشركا وكبيرا في السماء بشكل غير عادي حيث سيبدو اكبر بنسبة 11% واكثر سطوعا بمقدار مرة ونصف مما كان عليه في ابريل 2017 عندما كان في ابعد مسافة في مداره من الشمس اضافة لذلك اذا كانت السماء صافية والى جانب عدم وجود القمر سيكون المشترى احد اكثر الاجرام السماوية سطوعا في سماء الليل حاليا ووفقا للجمعية الفلكية بجد سيبدو المشترى للعين المجرد ككتلة ضوئية ساطعة في منظر دراماتيكي وكأنه من الخيال العلمي وبواسطة من دار بقوة تكبير 7 او 10 او 10 مثبت على حامل تيظهر الكوكب ككرس مع اقمار الاربعة الكبيرة والتي غالبا ما يكسف ويحجب بعضها البعض ويلقي بضغاله الدائرية على الكوكب منفردة وفي ازواج عند التقابل واكثر الاشكال المميزة التي ترصد على المشترى هي العاصفة الضخمة والتي تسمى البقعة الحمراء العظيمة وهي كبيرة كفاية لتسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا وهي تعصف على المشترى منذ 150 سنة على الاقل ايضا سيرصد المشترى عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي باتجاه الافق الجنوب وفي الفجر سيشاهد منخفضا باتجاه الافق الجنوبي الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الارض حول محوره وذلك من الغرب الى الشرق حيث سيغيب الكوكب عند شروق الشمس جدير بالذكرى انه خلال الاسابيع بعد التقابل سيصل المشترى الى اعلى نقطة في السماء مبكرا وذلك باربع دقائق كل ليلة وسيبقى الكوكب مرئيا في سماء المساء لبضعة اشهر قادمة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات